اهلا بكم الى العالم هذا المساء نرشا قنديل هذه العنوين القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تسعى لزيادة تضييق الخناق على تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية داخل الموصل بعد الاعلان عن عزل المدينة بالكامل عن بقية المدن العراقية داعش بدأ يستهدف الناس المدنيين قصر بالهونات والقناصات وهي جرائم داعش قبل اللحظة شفته الانسان هذا المتوفي ومشنته الناس المدنيين فهل فقد التنظيم فعلا اي وسيلة للدعم او التواصل بين داخل الموصل وخارجها وكيف يتم التعامل الان مع عدد من المخاوف المرتبطة بمجريات العملية استمرار ردود الفعل الغاضبة في السودان اذا ارتفاع اسعار الادوية بعد قرار السلطات رفع الدعم عنها والحكومة تقول انها ستسعى لتخفيف العبء عن المواطنين والشخص اللي ما بتحصل على الدواء اذا رجع هو زي ما بقوله خاول وفاض بدون دواء برجع ليك بعد فترة وجيزة منقول بين الجالة الى المستشفى فعلا الشراح القليلة ستتأسر ولكن هناك معالجات لهذه الفئة الضعيفة فالى اين يمضي هذا الصدام بين الحكومة والمعارضين لقرار رفع الدعم عن الادوية وما هي خيارات تهديئة الازمة مسؤولون في فيسبوك يتحدثون عن تطوير اداة للرقابة على المحتوى والالغاء التلقائي للمضامين ويقولون ان الهدف هو العودة الى الصين هل هو خضوع من الموقع لضغوط الحكومات والى اي مدى تتعرض الادات الجديدة مع مبدأ حرية التعبير على فيسبوك بشكل عام بعد اسبوعين من انتخابه رئيسا ارتفعاته في اسواق المال الامريكية والعالمية بدفع من المقترحات الاقتصادية لدونالد ترمب ما الذي يعنيه هذا الارتياح داخل الاسواق الامريكية والعالمية وهل خسر المراهنون على ازمة اقتصادية عالمية في حال فوز ترمب اهلا بكم محطة مهمة وصلت اليها عملية الموصل ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية من خلال اعلان القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي عزل المدينة عن باقي المدن العراقية وقطع طريق تلافر سنجار الذي كان نقطة تواصل بين عناصر التنظيم في العراق وعناصره في سوريا غير انه في الوقت الذي يزداد فيه الترقب للمحطة التالية في العملية فان كثيرا من التساؤلات والمخاوف تفرض نفسها وتخيم على اجوائها بعضها يرتبط بالوضع الانساني الذي تؤكد كثير من التقارير انه يزداد سوءا فيما يخص العالقين في اماكن المواجهات او حتى النازحين منها جزء اخر من هذه المخاوف يرتبط باستراتيجية الحكومة لضمان عدم حدوث اي انتهاكات في المناطق التي يتم تحريرها هذا الى جانب الخطة العسكرية الافضل للمرحلة المقبلة التي تعد الاكثر اهمية نفتح نقاشا عقب تقرير موفدنا احمد ماهر الذي ننوه عناية مشاهدين الى انه يحتوي على صور قد تكون مؤلمة للبعض لا يعرف عمار ما الذي يفعله لعائلته التي تستنجد به بعد ان لادت بالفرار من معارك ضارية في شرق الموسيق هل يمكث ليدفن جثة ابنه الصغير الذي قتل جراء شضية من قضيفة هون اخترقت رأسه ام يذهب مع ابنه الكبير الذي اصيب في ساقه وطفلته الرضيعة وزوجته التي اصيبت هي الاخرى في دارها الى اقرب مستشفى بعد ان تلقوا اسعافات اولية على يد جنود عراقي ابو مروان جريح اخر ضحية حرب الشوارع والازقة بين مسلح تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية والقوات العراقية الناس مدعش الناس مدعش اطفال نساء شياب حالاتنا الى انتشوفه ضمادي يعني ميداني يعني انا ضمادي ايه نخلي مننا احنا للشسم الى الخازر ومننا يخلون المستشفى ما الاربيل يعني اكثر الحالات يوميا عاني الحالات المدنية من المئة وعشرين البارح حاليا المئة واربعين مدني بين طفل بين نساء بين شايد لكن لا يفلح الجنود في اسعاف الجميع توفي هذا الرجل تأثرا باصابات خطيرة في القلب والرأس اصبحت الحافلات العسكرية كهذه السيارة المدرعة وهي امتراز هامفي الوسيلة المثلة لنقل الجرحى من ميدان المعركة الى هذا المنزل هنا في حي التحرير شرق الموصل حيث تحول الى مستشفى ميداني يقول العسكريون انهم يستقبلون عشرات الجرحى من المدنيين يوميا في الاوين الاخيرة المدنيون هم الفئة الاضعف في اي حرب يسيرون مسافات طويلة هربا من معارك عنيفة نزح اكثر من خمسين الف شخص من الموصل اطرافها وسط ظروف انسانية صعبة منذ بدء معركة استعادة السيطرة على المدينة داعش بدأ يستهدف الناس المدنيين قصب بالهاونات والقناصات وهي جرائم داعش قبل اللحظة شفتوا الانسان هذا المتوفي ومشنتوا الناس المدنيين يقول مسؤولون في وزارة الصحة العراقية ان المدنيين يشكلون نحو عشرين في المئة من الجرحى الذين سقطوا منذ بدء المعركة ام عمر ضحية اخرى اصيبت في قدمها تعتقد انها ستموت لا تقلقوا على نفسها بل على ابنتها الصغيرة والله امانتكم هاي خاف اموت ووصلوها ل خاف العملية موت ووصلوها ل البيت ما يخالف الموت حق احايا اشهد لا اله ادن الله اشهد من محمد الرسول الله احمد ماهر بي بي سي الموصل للنقاش ينضم الينا من بغداد السيد ليث العذاري المتحدث الاعلامي بالحشد الشعبي اهلا وسهلا بك من عمان الدكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية اهلا وسهلا ومن اربيل السيدة جويل عيد المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمية تابع للامم المتحدة في العراق اهلا وسهلا بكم جميعا البداية هي من بغداد سيد ليث كيف يمكن فصل مدينة اللافر باغلاق جميع الطرق من دون التأثير على العمليات وعلى المدنيين بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل ضيوفك الحاضرين معك في هذه الحلقة ولكل مشاهدي قناة البي بي سي اولا قبل ان ابدأ بالاجابة اود ان اشكر قناتكم ومراسلكم احمد ماهر على اعداد هذا التقرير الذي اظهر الحالة الحقيقية والناصعة للتعامل الانساني الذي تتعامل به القوات الامنية مع النازحين ومع الجرحى ومع المصابين الذين استهدفتهم داعش والذين يحاولون الهروب من الجحيم الذي يحاول الدواعش ان يضعوهم فيه الذين جعلوا من المدنيين سواتر من اجل السيطرة على الارض والحمد لله هذه الصورة باتت واضحة وناصعة ولا يمكن ان يثار عليها اي غبار وفي الواقع احمد ايضا نقل المخاوف على المدنيين جراء هذه العملية وجراء العملية التي مفترض انه سيتم تنفيذها من قبل الحش الشعبي وبالتالي انا سؤالي لحضرتك كيف يمكن اغلاق جميع الطرق المؤدية الى المدينة من دون التأثير على امدادات العملية ومن دون التأثير على المدنيين اولا في يعني اود ان اوضح ان اليوم انتهت عمليات الصفحة الرابعة والتي استطاع فيها الحشد من المحور الغربي التقدم بنحو 25 كم باتجاه مدينة سنجار وقطع الطريق الرابط بين مدينة تلعفر وبين مدينة سنجار والالتقاء بقوات البيشمرقة الامنية في منطقة سيناو وانتم تعلمون ان هذا التقدم وهذا السريع هو نتيجة الزخم القوي في المعركة وانتم تعرفون ان تحرير اكثر من 25 كيلو باقل من ظرف يوم كامل هو منجز كبير اذا لاحظتم ان مدينة تلعفر كنا قد جهزنا العد والعدد لدخولها لكن تكتيكاتنا تعتمد على اولويات من اولى اولويات الحجد الشعبي في تحريره وتقدمه في المناطق هو تأمين الممرات الامنة وتأمين الوضع الامني بالنسبة للنازحين والذين يحاولون الفرار من جحيم داعش هذا جانب الجانب الاخر التكتيكات التي كان يتعود عليها داعش هو الصدام المباشر نحن في مطار تلعفر استخدمنا تكتيكات مختلفة حوطناه من ثلاثة محاول لم يكن يتوقعها ايضا اليوم الخطة العسكرية التي نحاصر فيها مدينة تلعفر والتي استطعنا من خلالها قطع مدينة الموص النهائيا عن الاتصال بجميع المحافظات العراقية بل ايضا قطعت جميع الطرق اللوجستية للامداد عبر الحدود السورية التي كانت والتي اشار اليها سابقا وزير الدفاع الفرنسي ان هناك اكثر من ثلاثمائة مقاتل داعش كان يمر عن طريق هذا الطريق اللوجستي الان اقفلت هذه الطرق داعش بدأ ينكف داخل المدن نحاول قدر الامكان تجنب اصابات المدنيين وكما شاهدتم كيفية تعامل اجهزتنا الامنية والقوات الامنية وقوات الحش مع المدنيين لأنه هل توقفنا هنا لنستطلع وجهة نظر الدكتور يحيى دكتور يحيى من ما شاهدناه في التقرير وما استماني اليه من الضيف الآن وارجو ان تكون حضرتك بخير يعني ليس ذلك بسبب التأثر من مواردة في التقرير نعتذر عن ذلك لو كان هذا السبب ولكن كيف حضرتك تنظر الى هذه المرحلة من العملية يعني بداية مساء الخير اليك وضيوفك الكرام بين معركتين الحقيقة يعني معركة الموصل ومعركة تل عفر يعني نحن تحدث عن مدينتين يعني المسافة بينهما تصل الى 60 كيلومتر وبالتالي العمليات يعني لا علاقة لها بالجانب الآخر خاصة وأنه ليس هناك اي ضغط حقيقي على الجانب الايمن من مدينة الموصل يعني المحاور الرئيسية التي اعتمدتها الخطة هي خمسة محاور للضغط على الجانب الايسر من المدينة وكانت هناك رؤية بأن استعادة الجانب الايسر من المدينة سيجعل تنظيم داعش يعني ينكف إلى الجانب الايمان وبالتالي ستكون هناك خطة لاحقة للتعامل مع هذه القضية يعني فيما يتعلق بتل عفر يعني بالتأكيد تقدم ميليشيا الحشد يعني من مفرق الحضر ومفرق القيارة باتجاه مطار تل عفر والوصول إلى هذه المسافة يعني هذا تقدم يعني يحسب لهم خاصة في إطار عدم وجود غطاء جوي يعني أنا شخصيا لم أكن أتوقع إمكانية أن يحدث مثل هذا التقدم بهذه السرعة من الواضح أن تنظيم داعش يعني لم يضع حوائط صد كافية في هذه المنطقة وواضح أنه انكفأ إلى مدينة تل عفر ليقاتل فيها الحديث عن إمكانية قطع الإمدادات عن الموصل وعن تل عفر هذه مسألة شبه مستحيلة نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الكيلومترات يعني المسافة التي يسيطر عليها تنظيم داعش من الحدود السورية العراقية تصل إلى أكثر من 280 كيلومتر منها من جنوب سنجار إلى حدود الإدارية لمحافظة الأنبار وهذه المسافة يبلغ عرضها أكثر من 150 كيلو وداعش يعرف هذه المنطقة جيدا هو قادر على التحرك فيها بحرية وبسهولة خاصة مع عدم وجود أي جهد جوي في هذه المنطقة هل تشكك حضرتك في صحة ما أعلن ولا في إمكانية تحقيقه عملية لا الذي أعلن هو الحديث عن قطع طريق سنجار تلعفر يعني لا أعرف مدى صحة هذه المعلومة ولكن هذا ممكن وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى تلعفر هذا أعلن صراحة على لسان المتحدثين باسم الحشد حسب معلوماتي ما زال الطريق ما بين مدينة تلعفر ومدينة الموصل سالكة تنظيم داعش يسيطر على مساحات واسعة من مناطق شمال مدينة تلعفر وأيضا ما زالت المناطق الجنوبية الغربية من الجانب الأيمن من الموصل أيضا هناك إمكانية لاستخدام هذا الطريق ما أريد أن أقول بوضوح أنه لا إمكانية للحديث عن قطع الإمدادات الحديث عن محاصرة مدينة تلعفر غير صحيح نعم هناك ضغط من الجنوب والآن إذا ما صحت المعلومة من الغرب ولكن لا إمكانية للحديث عن محاصرة تلعفر حتى هذه سنعود إلى السيد ليث للتعقيب على هذا ولكن أطرح الآن سؤال على السيدة جويل عيد سيدة جويل ما هو التوزيع الديموغرافي أو الشكل السكاني لمدينة تلعفر لنرى أين يكمن الخطر الذي تحدثت عنه Human Rights Watch من قبل وبعدين Amnesty International على المدنيين بالبداية بالبداية مساء الخير يعني فعلا التقرير يلي أظهرتوه بفرجي فعلا مشاهد مؤلمة وعم نسمع قصص مؤلمة جدا على الأرض من العائلات يلي عم تنزح بشكل يومي من الناحية الغربية لمدينة الموصل نحن كابرنامج الناحية الغربية والناحية الشمالية مش معظمة يعني أغلبها نحن ما عنا وصول إليها كابرنامج أغذية بسبب القتال المناطق يلي رحنا عم نقدر نوصلها هي بعض المناطق يلي تحررت وبطل فيها قتال وعم نقدر نوصلها مثل منطقة كوكجالي مثل منطقة حمام العليل القيارة وغيرها والمخيمات النازحين يلي موجودين على حدود كليم كردستان يلي نحن إلنا وصول إليها طيب إذا ما نظرنا إلى هذا التوزيع أو هذه المخاوف بسبب التوزيع هل يعني ذلك إنه إذا أفريغت المدينة بشكل أو بآخر من المدنيين ذلك سيقلل المخاوف لكن إذا قطعت الطرق سيزيد ذلك من احتمالية الخسائر البشرية هل هذا ما أفهم؟ من الناحية الغذائية يلي بقدر إليك من يلي عم نسمع ومن الأشخاص يلي نزحت بآخر فترة أنه بآخر سنتين المواد الغذائية كانت عم تدخل إلى مدينة الموصل من معبر تركية ومن معبر سورية كلما تغلق هذه المعابر كلما ارتفعت الأسعار أصبحت الأسعار باهدة جدا وتأثرت الناس طالما فيه معبر يدخل فيه مواد إنسانية طالما الناس يلي عنده إمكانية ممكن تقدر تأمن غذاء تأمن غذاء الأمني الأمني طبعا الموضوع الثاني يصبح أنه بجراء القتال هل الناس رح تقدر أولا أو يكون فيه معبر إنساني تطلع نحو المناطق الآمنة ونقدر نصلها نحن بالمناطق الآمنة واثنين إذا ما بتقدر تطلع الناس نحن بأي وقت رح يكون إلنا وصول إلى هذه المناطق يلي عم تتحرر نعم ونوزع المواد الغذائية طريقة طيب إذن هذا يقودني إلى نقطتين مع السيد ليث النقطة الأولى هي ما ذهب إليه الدكتور يحيى أنه من المستحيل محاصرة المدينة وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها خصوصا في ضوء حديث من داخل عدد من العشائر السنية وحتى من جانب تركيا أنه هناك محاولة لتفريغ المدينة كما مدن أخرى مذهبية أولا أود أن أصحح بعض المعلومات للأخ الضيف بالنسبة لما تحدثنا به أننا عزلنا مدينة الموصل عن باقي المحافظات العراقية وتحدى أن يأتيني بإسم مدينة أو طريق أو قرية من الممكن أن يخرج منها داعش ويدخل أنتم تعرفون أن العمليات بدأت من منطقة القيارة صعودا إلى مدينة الشورى وبعدها حمام العليل هذه من الناحية الجنوبية أما من الناحية الشرقية فهناك قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع ومكافحة الإرهاب وقد طوقت الجانب الأيسر من المدينة أما الجانب الغربي فقد أوكلت مهامه إلى الحجد الشعبي وانطلق على طول خط 120 كيلو متر تم تطهير هذا الجانب الجنوبي والغربي وصولا إلى مطار تلعفر والآن القوات الحجد الشعبي على بعد أقل من 2 كيلو متر عن المدينة إضافة إلى ذلك تقدمت القوات من الجانب الغربي صعودا من مطار تلعفر باعتبار أنه أصبح انطلاقا الآن لانطلاق العمليات والتقت على الطريق الذي يفصل بين مدينة السنجار ومدينة تلعفر إذن أصبحت الآن مدينة تلعفر ومدينة الموصل هي معزولة تماما عن جميع المحافظات والقرى ولا يمكن جغرافيا في ضوء هذا العزل الذي حضرتك تتحدث عنه كي لنتوها في التفاصيل العسكرية بالغة الدقة في ضوء هذا العزل الذي حضرتك تتحدث عنه هل هناك معمول حساب معابر لخروج المدنيين أو ممرات لدخول المنظمات الإغاثية بإجابة واضحة وصريحة هنا نعم نعم قبل أصلا قبل شهر من انطلاق العمليات وضعت خطة وممرات آمنة لكل المدن والقرى التي من الممكن الدخول إليها ووزعت أكثر من خمسة ملايين منشور تم إلقاءه على مدينة الموصل لماذا لا يتم فتح هذه الممرات قبل محاصرة المدينة هذه الممرات فتحت والدليل أن هناك أكثر من ستين ألف نازح تم استقباله علما علما أن هناك مدن وقرى وضعت من ضمن النصائح التي تم توزيعها بالمنشورات نعم أن المناطق التي من الممكن أن تتعاون مع الجيش وهي ضد الإرهابيين الدواعش التكفيريين كان الأفضل لهم البقاء في بيوتهم بل نحن ما استطعنا بعض القرى بقيت كلها لم تنزح لأنها كانت ضد الإرهابيين وساعدتنا في الدخول إذن الممرات مفتوحة والنازحون يخرجون علمش أنا مضطر لأنه يكون هذا الحوار مركزا أكثر سيدة جويل هل من تعقيب عفوا ما سمعت آخر جزء قالوا لأنه ما يجري حديث عنه من جانب السيد ليت وأنه الممرات مفتوحة بالفعل وهناك أعداد هائلة من النازحين ويعني إصال المساعدات ليس مشكلة أصلاً غير حادث نحن بما يخص المواد الغذائية بيتم التنسيق مع كل الأفريقاء لنتأكد أنه كأي منطقة بيتم تحريرها نقدر نصلها بأسرع وقت ممكن في مناطق بيتم التقييم عليها بتميقي التقييم الأمني في مناطق رحنا بعد لهلأ ما عنا وصول إليها بس ما عنا معلومات أكيد لأنه ما عنا وجود على الأرض لنعرف ما هي الأعداد الناس اللي بقيت ببعض القرية اللي تحررت وما هو وضعهم الغذائي بقى بيبقى الموضوع التنسيق كل قرية بتم تحريرها نحن نتجهز لأنه نحن جهزنا قبل المعركة وعنا مواد غذائية بتكفي لكل عائلة ممكن تطلع من الموصل أو من القرى المجاورة وهي بحاجة لغذاء بقى بيبقى الموضوع أنه بس تتحرر منطقة بأي وقت رح يكون لنا نحن كبرنامج وصول إليها لنساعد الناس اللي عم تقرر تبقى ببيوتها من الناحية التانية إذا الناس طلعت نحو المخيمات فهذا الموضوع سهل المساعدات جاهزة للتوزيع نعم دكتور يحيى حضرتك تحدثت عن عدم وجود غطاء جوي لهذه العملية وأنا أسألك عن حرس نيناوى أيضا أين هو من ما أعلن من خطط مؤخرا على الأقل لإحداث التوازن المذهبي إذا كانت هناك هذه المخاوف لا فقط تعقيب على ما قاله ضيفك أولا أؤكد استحالت الحديث عن عزل في مساحة تتجاوز مئات الكيلومترات المربعة يعني هذا كلام لا معنى له لنتذكر ما حدث في الفلوجة الفلوجة مدينة يعني نسبتها أقل من خمسة بالمئة من مدينة الموصل بعد أن حوصرت لمدة سبعة أشهر من جميع الأطراف استطاع تنظيم داعش أن ينسحب مع ألفين مقاتل بكل سهولة ويسر يعني فبالتالي الحديث عن قطع الطرق وقطع الإمدادات هذا لا معنى له من الناحية العسكرية الأمر الثاني لا إمكانية للحديث عن ممرات آمنة حديث الممرات الآمنة مجرد دعاية سياسية التي كان وحاصرها الأمريكان وليس الحكومة العراقية وبالتالي الحديث عن الممرات الآمنة أيضا لا معنى له لا وجود لشيء اسمه ممرات آمنة في ظل مسألتين أولا عدم وجود ملاذات آمنة حقيقية كافية لخروج المدنيين باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الحكومة العراقية وبالتالي إذا ما كانت مثل هذه الممرات الآمنة إلى أين سيذهب هؤلاء النازحون الأمر الثاني أن داعش يمنع النازحين من الخروج وبالتالي أيضا لا معنى له يوجد شيء اسمه ممرات الآمنة بالنسبة لحرس نينوة حرس نينوة حرس نينوة متجحفل الآن مع الفرق 16 في شمال مدينة الموصل ولكنه لا يشكل قوة حقيقية هو مجرد يعني اضطرار الحكومة العراقية إلى القبول بهم تحت الضغط الأمريكي لا وجود لقوة محلية حقيقية في معركة الموصل القوات المحلية الموجودة عددها ضائل جدا وتستخدم فقط كغطاء للحديث عن وجود محل في هذه المعارض لدي فرصة للتعقيب من السيد ليت في عشر ثواني إذا سمحت لي العفو ما هو السؤال تعقيب هل حضرتك لديك تعقيب ولا ننتقل إلى الحوار القادم نعم 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 لدي تعقيب كثير أولا أنه قصير معلش ليس صحيحا المنطقة مدينة الموصل وتلعفر تم عزنهما بالكامل ولا يمكن لأي أحد أن يقول خلاف ذلك ما لم يأتي ببرهان طيب هذا استمعنا إليه سيد لي هل من تعطيب جديد لم نستمع إليه هذا أولا وثانيا مدينة الفلوجة لم يحاصرها الحشد سبعة أشهر بل كانوا الأمريكان هما يحاصروها ويمنعون الحشد من الدخول لكن بعد أن دخلها الحشد فقط في خلال ستة وثلاثين ساعة تم تحرير منطقة القرمة وبعد أسبوعين فقط تم تحرير مدينة الفلوجة والتسليمها إلى المجلس المحافظة والشرطة المحلية عمليات الحشد كما ذكر الضيف قبل قليل هي عمليات سريعة وخاطفة ومخطط لها ضمن تكتيكات لم يتوقعها وحولها الكثير من التساؤلات والمخاوف من جانب المنظمات الإغاثية فقط لكي لا أغب حق المنظمات الضير الموجودة معنا سيد ليث أنا معلش مترر للتوقف هنا أعتدد وجهة نظر حضرتك ووجهة نظر الحشد تم عرضها أكثر من مرة في إطار هذا النقاش أنا أعتذر أنه لا يمكنني العودة إلى معركة الفلوجة سيد ليث العذاري المتحدث الإعلامي باسم الحشد الشعبي أشكرك شكرا جزيلا من عمان دكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا ومن أربيل السيدة جويل عيد المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة في العراق شكرا لكم إلى السودان إذن الذي لم تتوقف تداعيات قرار رفع الدعم عن الأدوية فيه خاصة وأن الأسعار الجديدة كان من المقرر أن يتم العمل بها مطلع العام الجديد غير أن كثيرا من الصيدليات بدأ العمل بها في هذه الأسعار اعتبارا من الآن ردود الفعل الغاضبة على القرار شملت دعوات للتظاهر والإضراب واتهامات للحكومة بزيادة الأعباء على المواطنين وغياب الرقابة غير أن الحكومة في المقابل تؤكد أنها تسعى لوضع إجراءات لضمان عدم تأثر الشرائح الفقيرة بقرار رفع الدعم يقول محمد الجاك الذي يعيش على راتبه التقاعدي إنه لن يتمكن بعد الآن من شراء دواء الربو الذي يطعطاه منذ سنوات بعد ان ارتفع سعره لأكثر من مئة بالمئة حسي المواضيع زادت زادت كثير جدا يعني بستمائة دي كثير حسيبي تكون بي مليون وشوي غير دي العسار الصغار دي غير الأدوية التانية أجاك البلغن العمري أكثر من ستين عاما يؤكد أنه سيلجأ إلى وسائل علاج التقليدي لمواجهة المرض إلا كان أرجعتان للدواء البداية بتاع روك ومتارب بقرات وحاجات بتاعها لكن الدواء الراحل ما عنده استطاع أصحاب الصيدليات أشاروا إلى أن حركة البيع وتدول الأدوية قدلت كثيرا بعد الزيادات التي طرعد على أسعارها والأدوية التي هي حاليا الزادة 300% للأسف كل أدوية منغزة للحياة يعني منها البخاخة وإزاء الزيادات غير المسبوقة في أسعار الأدوية خاصة أساسية منها دشن ناشطون حملات في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين السلطات بعدة الدعم المهجة لقطاع الأدوية اتحاد الصيادلة من جانبه حذر من النتائج السلبية المتوقعة من زيادة أسعار الدواء ومن بينها حدث وفيات وسط المرضى والشخص الذي لا يحصل على الدواء إذا رجع هو زي ما يقوله خاول وفاض بدون دواء برجع لك بعد فترة وجيزة خمسة يوم سبعة يوم منقول بين القالة إلى المستشفى بكلفت علاج ثلاثة أضعاف العلاج اللي كان متوقع أنك تعالج به في مراحل المرضى الأولى الجهات المسؤولة التي اعترفت بتأثر الشرائحة الضعيفة من ارتفاع تكلفة الدواء قالت إنها اتخذت إجراءات لمواجهة المشكلة وتشملت دعم المادين مباشر للأسر الفقيرة الدواء الزاد فعلا الشرائحة القليلة ستتأثر ولكن هناك معالجات لهذه الفئة الضعيفة في الدواء وأدى قرار سلطات الحكومية بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني إلى انخفاض قيمته لتصل إلى نحو 16 جنيها مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بسعر الصرف الرسمي سابقا البالغ 6 جنيهات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر معظم السلع الأساسية ومن بينها الأدوية كان سعر هذا الدواء الذي يستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم يساوي نحو 300 جنيه ولكن بعد الزيادة الأخيرة ارتفع سعره ليصل نحو 500 جنيه وهو ما يلقي بعباء إضافية على المرضى بطبيعة الحال محمد محمد عثمان بي بي سي الخرطوم للنقاش ينضم إلينا من الخرطوم دكتور محمد صالح عشميق عضو اللجنة التمهيدية لنقابة سياضلة السودانية أهلا وسهلا بك وهنا في الستوديو دكتور خالد المبارك المستشار الإعلامي المتحدث باسم السفارة السودانية أهلا وسهلا دكتور خالد أبدأ من الخرطوم لنستطلع ملامح هذه الأزمة دكتور محمد مفترض أن الحكومة ترى في خطواتها للتحرير الجزئي للدولار ورفع الدعم عن الأدوية أو ضمن عدد آخر من السلع هو يأتي في إطار خطوات إصلاحية ما مشكلة السياضلة في إضرابهم الجزئي وقبلهم الأطباء قبل أن يعلقوا إضرابهم حجيجة الأمر نحن أمام كارثة حجيجية الدولة بتتعامل مع الأدوية باعتبار سلعة عادية لكن في الحقيقة ملف الصحة المفروض نتعامل معه بأنه خدمة حقيقة الوضع سيء جدا في ملف الصحة الآن في الأدوية كثير من الناس لا سيقدروا يشتروا الأدوية نتيجة لسياسات الدولة الخاطئة ونتيجة للسياسات المتراكمة هذه الأخطاء لم تكن وليدة اليوم بل كانت أخطاء متراكمة وحذرنا منها مرارا وتكرارا أن السلطات الصحية بهذه الطريقة وإدارة ملف الصحة في السودان بهذه الطريقة سنكون نحو الهاوية الانهيار تام في النظام الصحي في السودان ونحن الآن في أوجه الانهيار الحكومة لا زالت تتعامل مع ملف الصحة بأنه ملف تجاري ملف باعتبار الأدوية باعتبار أنها سلعة ما هي خدمة؟ طيب دكتور خالد هناك نقطتان فيما طرح الآن وفيما يطرح عموما منذ أسبوعين أو ثلاثة أولا أنه تم الإعلان عن هذه الإجراءات على اعتبار أنها ستدخل حيث التنفيذ في يناير القادم المقبل ومع ذلك معظم الصيدليات ذهبت إلى تطبيق اللائحة الجديدة أو قائمة الأسعار الجديدة من الآن وبالتالي الأدوية ارتفع سعرها من حوالي مئة وخمسين إلى مائتين بالمئة أولا حتى في كلام الدكتوري الذي تفضل به القضية ليست فقط خدمة وإنما هي أيضا قضية تجارية حتى عدد كبير جدا من الناس الذين يشتكون الآن من سياسات الحكومة هم يعني غرضهم الأساسي ليس صحة المواطن وإنما أرباحهم لأن صناعة الدواء وتجارة الدواء في السودان تجارة رابحة أسرى منها الكثيرون وصار منها الكثيرون مليونيرات وجزء من المشكلة أن البعض يريدون المحافظة على أرباحهم وعلى امتيازاتهم المالية في هذا الموضوع هذا الجانب الجانب الآخر هو جانب الخدمة التي توفرها الحكومة الحكومة أولا يعني هناك موضوع الدعم المجاني يعني بما يقدر 165 مليون دولار سنويا للعلاج المجاني وهناك دعم لأشياء محددة يعني مثلا الحوادث والأطفال والسرطان وأشياء من هذه القبيل في لها برضو دعم يعني الرفع لم يكن كاملا بالنسبة للدعم للأدوية لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مشكلة هناك مشكلة حقيقية وصحيح أن المواطن يعاني ولكن لا بد أن ننظر للإطار العريض توفير الدواء بالنسبة للمواطن كل دولار مجانا مستحيل لم يحدث في للايات المستحدة وهو لا يحدث في بريطانيا دكتور خالد أنا أسألك سؤال المشكلة ليست فقط في أسعار الأدوية لأنه ما تدوله الأطباء خلال الأسبوعين الفائتين من صور للمشافي في السودان مشافي العامة طبعا عن ما أتحدث صور مؤسفة في الواقع لحال المستشفيات في السودان لما يتعرض له المريض في القطاع الصحي المدعوم الذي حضرتك تتحدث عنه من خدمة للمواطنين أنا لم أنكر أن هناك مشكلة لا أنكر أن هناك مشكلة وأن هناك معاناة كبرى وسط المواطنين وهي غير مقبولة ولا بد من معالجته هذا أمر متفق عليه لكن لا بد أن ننظر أيضا للإطار العريض للمشكلة يعني أن السودان يعاني من قدر كبير جدا من الحصار الاقتصادي والحصار المالي والحصار البنكي وهذا أيضا يؤثر يعني الحكومة ليست سعيدة بأي إجراءات مالية تتخذ وإنما هي مضطرة لأنه في العولمة في ظل العولمة ليس هناك الاقتصاد منفصل حر حمام مفهوم دكتور محمد في ذلك الاقتصاد الأمريكي والبريطاني مفهوم دكتور محمد نعم أولا أريد أن أرد على بعض النقاط التي وردها ضيفك العزيز أولا إنه دي مسألة تجارية لا ما ما زال تجارية يعني إذا كنا عنده مشكلة مع شركات الأدوية دي ما حقيقية الحكومة هي شريك أساسي مع شركات الأدوية في استيراد الدواء الحكومة هي تحدد نسبة أرباح الدواء محددة بعشرين في المئة الدولة هي من تحدد التسعير بالضبط مفروض تكون كم أنا عشان أوريكي أن الحكومة أصلا ما مهتمة بالمواطن وهي ما أخذ المسألة بكل استهتار ومؤسسات الدولة كلها الآن مؤسسات المؤسسات الصحية كلها الآن بتعمل بطريقة عشوائية أنا الآن عندي تسعير من شركة أدوية بعد قرار رفع الدعم الإنسولين أنبولة الإنسولين الشركة مسعيرها بـ 85 جنة الحكومة بتلزم الصيدليات إنها تبيعة بـ 125 جنة كأن الشركات الخاصة التجارية ضيفك العزيز بيقول إنها شركات ربحية أخفى أكثر رحمة بالمواطن الحكومة بعيدة تماماً عن صحة المواطنين وهذا الأمر مردود ثانياً مسألة أن هذه التسعيرة ستدخل حيزة تنفيذ في بداية يناير هذا الكلام خاطئ التسعيرة دخلت حيزة تنفيذ بمجرد إصدار المجلس القوم الأدوية سموم أو عفواً بنك السودان رفع الدعم عن الأدوية وأيضاً حديث الضيف عن إنه الحكومة رفعت إنها الرفع ده كان جزئي الرفع ما جزئي الرفع كلي هناك أدوية منخزة للحياة بخاق الأزمة بخاق الأزمة سعره ارتفع من 200 جنيه إلى 701 نعم بس دكتور خالد أيضاً يتحدث عن إنه ليس هناك اقتصاد حر بالكامل وبالتالي أسعار الصرف للعملات الأجنبية تؤثر كثيراً على سعر الدواء هذا ما قال الدكتور خالد على سعر الدواء وغيره طبعاً يا سيدة العزيزة هل تعلمين أنه يا سيدة العزيزة هل تعلمين أن ميزانية الدواء في السودان كله تعادل 400 مليون دولار فقط 400 مليون دولار الأزمة ليست في توفير الأزمة ليست في توفير هذا الرقم 400 مليون دولار هو رقم بسيط لا تستطيع أن توفر 400 مليون دولار ما هي الأزمة إذن يا دكتور سأعود إلى حضرتك دكتور خالد بس لحظة ما هي الأزمة إذن دكتور محمد الأزمة فساد الأزمة توزيع الموارد هناك الآن 34 شركة وهمية تدعي أنها بالتاجر في الدواء اختلست ملايين الدولار هذه نقطة مهمة لحظة دكتور محمد أنا فهمت إعادة توزيع دكتور محمد هل تسمعني بس لحظة دكتور خالد أولويات الحكومة في توزيع الموارد وعدم وضع الأدوية والمرضى ربما على قمة هذه القائمة كيف تعقب حضرتك؟ الحكومة أولوياتها من ضمنها الدواء والعلاج ولكن الحكومة في ظل العولمة وفي ظل الحصار الاقتصادي المضروب عليها وفي ظل الحروب المفروض عليها من قبل أيدي أجنبية تحرك بعض الذين يريدون أن يدمروا ما تبقى من السودان في ظل هذه الظروف الحكومة تنفق في اتجاهات مختلفة والحكومة ميزانية محكومة بهذه الأشياء هذا الكلام ليس مني فقط رسميا صدر أنه بسبب الحروب المفروضة على السودان بسبب الحصارة المفروض على السودان أبس مسألة الأيدي الخارجية وتعليق كل مشكلات دولة على الأيدي الخارجية التي تحاول العبق بأمن كل دولة نظرية مؤمرة بغتياس سمحك الأستاذ ذكر موضوع 34 شركة فعلا في 34 شركة يتضح أنه يعني هذا يؤكد كلامي عن أن الموضوع في تجارة وأنه التجارة بعض الناس الذين يخوضون في هذا الميال غرضهم ليس صحة المواطن وإنما يتلاعبون وحدثت إدانات لبعض المصارف أيضا لأنها تلاعبت مع بعض تجار الدواء الذين يتحدثون وكأنهم تهمهم صحة المواطن هناك مشكلة حقيقية ولكن هذه المشكلة لا ينبغي أن ينظر إليها بعيدا عن الحصار المضروب على السودان بعيدا عن الحروب المفروضة على السودان بتشجيع من الخارج بعيدا عن رغبة الحكومة الحقيقية في إنها هي توازن من هذه المشكلة دكتور محمد صالح واضح أن هناك تشكيك في نوايا بعضكم حد وانتماءاتكم وما إلى ذلك أولا ما زالت الحصار الاقتصادي المفروض على السودان نحن شبعنا من الكلام ضيئا الحقيقة إنه هناك فساد مستشري في المؤسسات الصحية نايم رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام فقط صرح بأن هناك أدوية بستين مليار جنيه تم تبديدة في مخازن الولايات شفنا كيف بعد إضراب الأطباء المعدات الطبية طلعت من المخازن من المسؤول عن هذا من البحاسب الأربعة وثلاثين شركة اللي هو تكلم عنها فيها فقط شركتين حقيقيتين وانا ما بعرف وين الإجراءات هل كنتهم للميارة هل تمت حاكمتهم نعم نعم بس هو يسأل أو يقول أن ما تطرح حضرتك بشأن الشركات الوهمية صب في حسن نوايا الحكومة وسوء نوايا المطالبين أو بعضهم المطالبين بهذه الإصلاحات أو المنددين بالسياسات الحكومية بالأخرى الحكومة من المفترض أن تقدم هؤلاء إلى الجهات العدلية من الذي بثت 60 مليار دولار من الأدوية المجانية المخزنة العفارة نقطة واحدة مهمة جدًا اللي هي أنه الدكتور الفاضل يستهين بموضوع الحصار المضروب على السودان الحصار المضروب على السودان يعني حصار منذ ما يقارب العشرين سنة الآن وهو في كل مجالات التجارة ليس فقط مع الولايات المتحدة وإنما مع دول أخرى كثيرة وهذا يعني لا ينبغي أن تستهين بهذه مسألة مهمة جدًا بالنسبة لفهم ما يحدث في السودان الآن والمقصود منها هو أيضًا خلق أزمات وخلق تظاهر وخلق خلخلة في الأمن الداخلي في السودان هذه المظاهرات ليس لها سبب؟ نعم هذه المظاهرات ليس لها سبب وبالتالي يحركها أحد من الخارج هذا ما تقول حضرتك؟ يحركها تحركها الأيدي التي فرضت الحصار على السودان لكي تخنق السوداني مظاهرات الأطباء أو اعتصام أو إضراب الأطباء والإضراب الجزء للصيدلة يحركه الخارج الذي يريد أن يودي بسوداني؟ طبعا يحركه لأن الإجراءات الاقتصادية مفروضة من صندوق النقد الدولي حتى من سنة 13 صندوق النقد الدولي أرسل وفد وهو الذي أوصى بإجراءات اقتصادية معينة أنا وقتي دهمني بس بإجابة نعم أو لا دكتور محمد هل هذا كلام مقنع بالنسبة لك؟ بنعم أو لا لو سمحت لأنه تخطينا وقتنا بالفعل؟ أبدا إطلاقا طيب أنا فهمت هذا إطلاقا لعلمك يا أستاذة لعلمك يا أستاذة هناك شركات أمريكية تعمل الآن في السودان بإذن من الإدارة الأمريكية يعني أنا أعتذر بس أنا ينبغي هناك خطأ وهناك أمور تحدث في موسطة السودانية يجب أن تعدل نعم دكتور محمد صالح عمشيق عضو اللجنة تمهيدية لنقابة صيادلة السودانية أشكرك شكرا جزيلا وفي الستوديو لدكتور خالد مبارك المستشار الإعلامي والمتحدث باسم السفارة السودانية في لندن أشكرك دكتور خالد شكرا جزيلا شكرا جزيلا فيسبوك أداة جديدة أطلقها الموقع للتواصل الاجتماعي تسمح بالإلغاء التلقائي للمضامين في شريط الأحداث الخاص بالمستخدمين الموجودين في منطقة محددة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين بالشركة أن هذه الخطوة تندرج في سياق أفكار عدة من شأنها السماح للشبكة بالعودة إلى الصين التي تحضر استخدام أكبر موقع للتواصل الاجتماعي منذ سبعة أعوام غير أن هذه الخطوة تفتح المجال لنقاش أوسع حول مسألة حرية التعبير على الموقع بشكل عام كيفية تعامل إدارة الموقع مع التداخل بين الحق هذا وبين المطالب التي يتقدم بها عدد من الحكومات في الدول لحضر بعض المعلومات والتعليقات أكثر من مليار وستمائة مليون مستخدم لفايسبوك موقع التواصل الاجتماعي العملاق لكن هذا الموقع الأكبر عالميا يطمح إلى كسب المزيد من المستخدمين في أنحاء عديدة من العالم إلا أن عقبات عديدة تقف بينه وبين تحقيق طموحه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن شركة فيسبوك أطلقت أداة من شانها أن تسمح بفرض رقابة على المحتوى المنشور على شبكتها في بعض المناطق الجغرافية وذلك في محاولة لرفع الحضر المفروض عليها في دول كالصين التي يمكن أن يشكل مستخدم الموقع فيها إضافة ضخمة وسوق هائلة لها الصحيفة أشارت إلى أنها توصلت إلى معلومات بأن الأداة المشارة إليها تسمح بالإلغاء التلقائي للمحتوى في شريط الأحداث الخاص بالمستخدمين الموجودين في منطقة محددة وأن الشبكة لن تحتاج إلى إجراء رقابة بنفسها بل ستوكل هذه المهمة لبرمجية يديرها طرف ثالث قد يكون جهة شريكة للمجموعة الأمريكية في الصين لكن فيسبوك يواجه تحديات مختلفة أمام انتشاره والمحافظة على وجوده في مناطق أخرى من العالم فالسماح بالترويج للأخبار الكاذبة على صفحاته هي أخطر تلك التحديات حيث يتهم بالترويج لأخبار غير صحيحة كما حصل خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة إلا أن الموقع نفع نفسه أن يكون شركة إعلامية حتى لا يتحمل مسؤولية تلك الأخبار تمرير خطاب الكراهية هو أحد المشكلات التي تأخذ على الموقع ما استدعى منه العمل على تطوير استجابته لمطالب الحكومة الألمانية مثلا للحد من انتشار هذا الخطاب تلافيا لمواجهته أي إجراءات قانونية محتملة كما قال وزير العدل الألماني عدم احترام خصوصيات المستخدمين أحد تلك التحديات أيضا حيث تحدث التقارير مؤخرا عن بيع الموقع بعضا من بيانات المستخدمين لبعض شركات الدعاية والتسويق دون علمهم فيسبوك إذن بحاجة إلى احترام التشجيعات المحلية وتنفيذ الطلبات التي يعتبرها مشروعة من قبل الحكومات لحظر بعض المعلومات بعد نشرها لكن ذلك قد يفقده الكثير من مستخدميه الذين كانوا وجدوا فيه مساحة للتعبير عن أرائهم وقناعاتهم بحرية وشفافية في الستوديو ينضم إلينا دكتور أمير النمرات أستاذ المحاضر المختص بأمن الشبكات الإلكترونية بجامعة شرق لندن أهلا وسهلا بك دكتور أمير مجددا كنا المرة الفائتة نتحدث عن فيسبوك وواتس أب إذا ما تدت ذكر اليوم السؤال المباشر الأول هل مارك زوكربرغ أو بالأحرى رئاسة فيسبوك تلعب سياسة أو بالفعل تحاول حماية المستخدمين من خطابات الكراهي؟ سؤال كثير منيح بس في الحقيقة معقد ومش سهل الإجابة عليه طب واحدة واحدة هو فيسبوك يقول أنه سيحاول منع أو التقنين خطاب الكراهية والحد منه عن طريق إجراءات تقنية أولا هذه إجراءات سهلة وممكنة طبعا هناك أدوات كثيرة تستطيع من خلالها أن تعملي فلتر للأخبار أو تتحكم بأي نوع من المعلومات قد تصل أو تظهر على المستخدم لأنه في النهاية كل المعلومات تخزن على ما يسمى السيرفا وهذا السيرفا تعمل كثير من الأدوات أو البرمجيات يمكن تطبيقها بحيث تعمل هذه الفلتر ولكن المهم أن ما يحدث الآن فيما يتعلق بالصين هو أعتقد شيء طبيعي لأنه طموحات رئاسة فيسبوك أنه يصبح كل العالم متواصل أو يستخدم الفيسبوك و1.4 مليون مستخدم يعني شيء مغري للفيسبوك بس هي المشكلة هي في تمكين الحكومات من إجراءات معينة يمكن لهذه الحكومات وخصوصا الصين ودول أخرى في الواقع أن تستهدف بدلا من من ينشرون خطاب الكراهية من تتهم الحكومات بأنهم إما طلعون في أعمال إرهابية وطبعا مفهوم من ذلك أنه يختلط معهم باستهداف الحكومات المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين وما إلى ذلك نعم صحيح هذا سيؤثر على كل هذه النشطاء الحقيقيين والصحفيين والصحافة ولكن ليس هذا أول تطبيق أو اتفاق للفيسبوك تم اتفاق فيما سبق مع روسيا في التعلق بأي عدم تشجيع أي مواد القانون الروسي يعتبرها أنها مثيرة للشغب وإنما إلى المظاهرات على سبيل المثال في باكستان أيضا وفي ألمانيا وفي الآن في الصين فهذا الشيء ممكن ولكن الفيسبوك كان أصلا موجود في الصين ولكن خلال ما يتصوى البرتوال برايفيت نتورك فتم الالتفاف حول كل أدوات المنع وأعتقد أنه بالنهاية أنه إحنا كمستخدمين حتى نكون عادلين أنه لا أحد يجبرنا على استخدام الفيسبوك إحنا كمستخدمين حقا كمختص سؤال أخير معلش سريع إذا ما ذهبنا إلى ما أشيع مؤخرا في الولايات المتحدة عن أن الأخبار الكاذبة كان لها سبب أو كان لها يد في تحديد هوية الفائز بالبيت الأبيض إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مقصودا في الفيسبوك ربما يكون مقصود لأنه بوساطة جدا يعني ما يتم نشره عن نحن كمستخدمين أو أي إنسان يصدقون في الفيسبوك نحن في البداية نضلل أنفسنا باستهدافنا في أخبار كاذبة ولكن أيضا نصبح أداة في نشر هذه الأكاذيب عندما نضغط شير على سبيل المثال فبالتالي ما حدث في الولايات المتحدة يعني كل تقارير تشير أنه يمكن أن يكون صحيحا يعني بما تعلق في رئيس الـ FBI أنه انتحر أو تم تصفيته فهذا سبب رعب لدى الآخرين أنه يعني الفيسب الصمشن أنه الطرف الآخر من كلينتون كامبين هن اللي قاموا بهيك نتخذ الجريمة الوهمية بس الإعلام التقليدي دائما ما لاعب هذا الدور على أي حال محاولة التأثير على الرأي العام وهناك دول خصوصا في الشرق الأوسط الإعلام فيها يلعب دور شديد الخطورة في التأثير على الرأي العام رسم صورة معينة أو نمطية أو غير مقبولة أو كاذبة حتى عن بعض الأخبار والأحداث والشخصيات وما إلى ذلك لماذا السوشيال ميديا أخطر من الإعلام التقليدي؟ السوشيال ميديا زي ما توضلت الآن أصبح سرعة في نقل المعلومات حتى يعني الصحافة والصحفيين أكثر أو أغلب الصحفيين لا يكون لديهم الوقت للتحقق من المعلومات لأنه يريد أن يكون في صبق صحفيين بس كل الصحفيين بس هناك مؤسسات صراحة أفخر أنه من بين مؤسستي تفرض قواعد صارمة على التحقق من المعلومات قبل نقلها عن السوشيال ميديا طبعا هذا شيء معروف يعني لما أحكي الصحفيين أقصد يعني الناس هو الذي نشر الخبر قبل التحقق من هذا الخبر وبالتالي زي ما تفضلت يعني أنه هناك يجب هناك أن يكون آلية لضبط هذه الأخبار بشكل وما يثير للانتباه هنا قبل عندما تم التحدث على هذه التدخل الفيسبوك في الانتخابات الأمريكية وقوله أنه ليس هناك أداة لمنح هذه الأخبار ولكن الآن نجده في الصين يكتشف أو يكشف عن برمجية تستطيع فلترة أي نص أو أي أخبار ممكن توصل للمستخدم الصيني سنشوف بأعتقل مرة القادمة لنلتقي فيها وحضرتك سيكونهم مأفلوا فيسبوك منعوه شكرا جزيلا لضيفي العزيز الدكتور أمير النمرات أستاذ المحاضر المختص بأمن الشبكات الإلكترونية بجامع شرق لندن شكرا جزيلا لك الدكتور على المعلومات القيمة كالعادة ما إن جرى الإعلان عن فوز دونالد ترومب في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلا وظهرت حالة من القلق بشأن التأثير المحتمل لهذا الفوز على الأسواق حركة الاقتصاد سواء في الولايات المتحدة أو خارجها غير أن أسبوعين فقط مرة بعد هذه الانتخابات بضى واضحا لكثيرين أن القلق لم يكن في محلك على الأقل حتى الآن ترومب قدم كثيرا من المقترحات الاقتصادية التي يعتبرها كثيرون جدلية كان أخرها إعلان نيته لانسحاب من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ لكن اللافتة أن الأسواق تتجاوب مع سياساته الاقتصادية المقترحة بشكل إيجاب على الرغم من القلق الذي انتاب الأسواق العالمية في الساعة الأولى التي تلت أعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابة الرئاسية الأمريكية إلا أن أسواق المال والبرصات العالمية وأسهم الشركات الكبرى سرعا ما تعافت قبل أن تشهد انتعاشا وبسرعة قياسية وباتت تصريحات صاحب الصفقات ورجل الأعمال الناجح بمثابة تيرمومتر يحرك مؤشر الأسواق العالمية لكن باتجاه تصعودي موجة من الحماسة لدى المستثمرين تسببت بها تصريحات ترامب الأخيرة حول رقبته بخفض الضرائب وتشجيع القوانين التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيم الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال 48 ساعة الماضية مع تدفق كبير للأموال باتجاه الأسواق الأمريكية ما أسفر في النهاية عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العمولات الرئيسية وأيضا مقابل عمولات دولا ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والتركيا والمكسيك ورأى خبراء ماليون أن حصص شركات الخدمات المالية إلى جانب أسهم مالية أخرى ارتفعت منذ انتخاب دونالد ترامب كرئيسا للولايات المتحدة كما أن التوقعات الحالية تصب في خانة ارتفاع معدلات التضخم التي ستتزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة وهي أمور إيجابية للقطاع المالي وكانت التقارير التي سبقت انتخاب ترامب متشائمة حتى أن بعضها تنبأ بأزمة اقتصادية عالمية جديدة في حال انتخاب رجل الأعمال الأمريكي وبحالة من الركود قد تسود العالم وأتوقع مراقبنا أن يؤثر فوز ترامب سلبا في الاقتصاد الأمريكي كما أثر تصويت البريطانيين قبل أشهر بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وهو التصويت الذي أدى إلى تراجع الحاد في العديد من القطاعات الاقتصادية وأتسبب أيضا بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه أليس سرليني أليك سيوب بي بي سي في الستوديو دكتور مصطفى البزركان الخبيل الاقتصادي ينضم إلينا مشكورا دكتور مصطفى لماذا لم تتحقق التوقعات بالعكس لأسواق تعشت اليوم إلى أعلى معدنة لها في الولايات المتحدة وأيضا في أوروبا التوقعات السلبية استمرت لأكثر من ساعات يعني في نفس اليوم الذي تم انتخابه بعد ساعات أصبحت التوقعات معاكسة وإيجابية ولذلك نرى أنه لماذا دكتور؟ السؤال الآن من سيدير الولايات المتحدة؟ سيدير الولايات المتحدة رجل أعمال وليس رجل سياسة بهذه العقلية تتقبل الأسواق أنه هناك رجل أعمال يدير السياسة الأمريكية ولذلك نرى أن هذه القفزة في الدولار أمام العملات الرئيسية تحرك أسواق المال الأمريكية رغم أنه هناك أرقام سلبية يعني اقتصادية اليوم ويوم أمس علنت أرقام سلبية يعني ارتفاع عانات البطالة تراجع مبيعات المنتجات السلع المعمرة تراجع مبيعات المساكن الجديدة ولكن مع ذلك نرى أنه هناك توقعات إيجابية يعني أول مئة يوم من فترة حكم ترام يتوقع أنه سيكون هناك قفزة في الاقتصاد رغم أنه هناك على سبيل المثال للمشاهد الكريم أنه دين العام يمثل 82% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ولكن نرى أنه هناك توقعات أنه الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 4% إذا كانت هناك خطابات كثيرة وجهها ترامب للعديد من الجهات أولا كلامه عن أنه سينسحب من اتفاقية البسافك حديث آخر الذي وجهه إلى دول الخليج سياسيا كيف يمكن أن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والدول الخليجية لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة جميل ترامب يركز على الآن واليوم وحتى أنه يتبوأ منصبه على الداخل الاقتصاد الداخلي يعني على سبيل المثال حينما يقول سننسحب من اتفاقيات تجارية عبر المحيط الهادي اتفاق تجارية مع الاتحاد الأوروبي لماذا؟ من أجل عادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة اليوم حينما يقفز الدولار بمعنى أنه هناك الميزان التجاري سيختلف بمعنى سيكون هناك المستوردات للسوق الأمريكي ستتراجع تكاليفها رغم أنه تراجع نسبة التصدير لماذا؟ لأنه دولار يرتفع ولكن هناك نقطة أساسية لا بدنا ذكرها ذكرتهمها بالتقرير وهي تأثير ارتفاع الدول على عملات الدول الناشئة يعني ديون هذه الدول الآن قفزت رغم تراجع عملتها أمام الدولار الأمريكي هذا الذي يجعل هناك قلق من هذه الدول ولكن ترامب وضع مصلحة الولايات المتحدة أمام أي مصلحة أخرى في هذا الوقت بالذات وليس لذلك علاقة بخطابه السياسي إزاء الخارج بأي شكل من الأشكال يعني إذا مثلا ارتفعت أسواق المال أو حققت نجاحات أو قفزة كما رأينا اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا أنا توقع أن الأسواق الخليجية أيضا ستشهد نفس الاضطراض الإيجابي هذه هذه محمل يعني لا بد من نقاشها كما لماذا؟ لأنه الآن الدولار في هذه القفزة هناك أيضا البورصات الخليجية بالتأكيد الآن البورصات الخليجية هي جزء من البورصات العالمية تأثير سلبا أو إيجابا حينما تنتقل التأثيرات الإيجابية من الولايات المتحدة إلى أوروبا اليوم نرى أنه البورصات الأوروبية تراجعت ولم تقفز إيجابيا فهذا يدل على أنه ارتباط العملات بالدولار الأمريكي لا ننسى أنه المنتج الرئيسي هو النفط النفط مقوم بالدولار العلاقة عكسية يعني حينما يرتفع مستوى الدولار تتراجع أسعار النفط هل هذه هي لصالح الدول المنتجة؟ هذه النقطة النقطة الثالثة أيضا تسبب قفزة الدولار بتراجع الذهب يعني سعر الذهب اليوم في مستوى أدنى منذ تسعة أشهر طيب سؤال ايديولوجي متافيزيقي بس أريد إيجابة في دقيقة إذا سمحت يا دكتور السياسات اليمينية أو السياسات الرأسمالية إلى أين يمكن أن تذهب مع التوجه الجديد لدونالد ترامب اقتصاديا في مقابل ما رؤية أنه تصاعد التيار اليساري أو السياسات الاشتراكية اقتصاديا التيار اليميني المتشدد اقتصاديا نحن نتكلمه حتى جيوسيا ليس هناك حدود ستنتقل هذه العدوى من الولايات المتحدة كان هناك لا ننسى في بريطانيا انسحاب من الاتحاد الأوروبي هناك انتخابات في فرنسا العام القادم في ألمانيا ستنعكس هذه السياسات على هذه الانتخابات ونتائجها والوضع السياسي في مختلف دول العالم سيقود سياسات اقتصادية ناجحة ولا لا بكلمة واحدة فقط الآن الشعبوية هي بدل العالمية هذه هي النقطة طيب يعني طمأنكم الله الدكتور مصطفى البزركان الخبيل الاقتصادية أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك في العالم هذا المساء اليوم والإضافة على الرغم من الوقت الضئيل الممنوح لهذه الفقرة أشكر حضرتك شكرا جزيلا ممتنة وممتنة لحضراتكم طبعا على طيب المتابعة للعالم هذا المساء لهذه الليلة غدا زميل جديد يلقاكم في السادسة بتوقيت جرانيتش عودوا ليكم يوم الاثنين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة